السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنتحدث على أفضل العملات التي لديها بلوكتين جيدة سنحاول النقاش في مشروع الجراف لديها الكثير من الأحداث القادمة العملة تقريبا بدأت كما بدأت عملة اللينك لديها تقريبا شراكة مع كل العملات وهناك بعض الشراكات القادمة التي سنتحدث عليها سنتحدث على زيليكا سنتحدث على ريبل ستايلر كاردانو بولكا دوت وعملة اللينك وعملة البيشانس سنحاول الحديث في هذه العملات ولكن قبلها الكثير من يسألني على عملة الفونطوم وعملة الماتيك نيتوارك كنا قد تحدثنا عليها هذه العملات منذ فترة طويلة كانت تقريبا في أسعار قليلة فقط نريكم آخر فيديو تقريبا نرى ماتيك نيتوارك وعملة الفونطوم كنا قد شرحنا العملة عندما كانت في سعر السفر فاصل السفر السفر إبنان حاليا فقط في هذا الفيديو له تقريبا شهر أعدنا التذكير بهذا المشروع كانت في سعر السفر فاصل السفر السفر يوم السادس والعشرين من شهر واحد نحن الآن في الخامس والعشرين من شهر إبنان تقريبا شهر العملة نرى إلى أي حد وصلت وصلت لـ 80 سنت سفر تقريبا واحد دولار حاليا العملة انخفضت لتصحل سعر السفر فاصل الـ 68 الآن الكل يسأل عليه عملة الفونطوم أخي لا أنصحك بالدخول إلى أي عملة ارتفعت أي عملة مثلا حققت أرقام كبيرة فلا أنصحك بالاستثمار بها لماذا لم تستثمر بها عندما كانت في أسعار قليلة وعندما شرحنا لكم العملة عندما نشرح لكم المشروع نشرح لكم قوة المشروع لا نقوم بجلب الشرط ونعطيكم الأهداف وممكن إذا اخترقت أو كسرت لا بل نبني استثمارنا على ما هو من مشروع مثلا أحداث قديمة مشروع هل قوي أو مشروع عادي هل هناك شركات عملة ثرماتيك نفس الكلام الذي قلته على الفونطوم فقط فيديو تقريبا يوم التاسع عشر من شهر واحد كانت في سعر السفر فاصلة السفر ثلاثة وكنا قد شرحناها في أسعار قليلة قليلة جدا نرى عملة ثرماتيك وصلت الآن لسعر السفر عشرين يعني عشرين سنت يعني لذلك أخي لا تدخل للعملات التي ارتفعت حاول أن تدخل إلى مشروع عملة لم يرتفع هذه فقط بداية لكي نشرح لكم بعض الأمور ونريكم بعض العملات التي شرحنا مشروعها على القناة لا تنسوا دعم هذا الفيديو بلايك إخوة الذين يبحثون طريقة الاستشمار في العملات الرقمية هذا المجال يعرف أكبر تقلبات من ناحية الأسعار لذلك أول شيء قبل أن تستثمر يجب عليك أن تهيئ نفسياتك كمستثمر سأترك لك في الديسكريبشن أسفل الفيديو رابط فيديو شرح كامل كيف يمكنك البدء في استشمار العملات الرقمية وإذا أردت السحب مثلا من منصة البايننس إلى حسابك البنكي الموجود في بلدك أيضا فيديو في الديسكريبشن أسفل الفيديو كل ما ستحتاجه ستجده في الوصف نبدأ حديثنا على عملة الغراف وأريد أن أشكركم أولا وصلنا تقريبا لأكثر من 41 ألف مشترك الحمد لله شكرا لتفاعلكم الكبير مع كل فيديوهاتنا إن شاء الله نصير إلى المائة ألف مشترك عملة الغراف مشروع من العملات القوية التي تشغل البلوكتين تشغل البيك داتا هذه العملة لديها تقريبا شراكات عديدة مع عملات رقمية هذه العملات تشغل في التطبيقات اللامركزية تشغل الديفاي مشروع ليس مشروع ديفاي بل تساعد مشاريع الديفاي تشغل في البلوكتين أساس البلوكتين تقريبا مثل اللينك قامت بعمل شراكة مع كل العملات آخره مع عملة الفونطون كل العملات تحتاج خدمة الغراف لأن هذا المشروع قوي في البيك داتا العالم كله الآن يتجه إلى اللامركزية العالم ضروري لا يمكن للعالم مثلا بين ليلة وضحاها أن يتحول إلى اللامركزية ضروري ستبقى المركزية وستكون مركزية وستكون اللامركزية وأنت تختار ماذا تريد العملة عملة الغراف تشغل في المشاريع المركزية لأن البيك داتا تكنولوجيا جديدة في المركزية وتشغل حتى في اللامركزية هناك شراكة قادمة مع منصة البايننس منصة البايننس تريد خدمات عملة الغراف بشكل كبير كبير جدا تقريبا مثل عملة اللينك كما بدأت نعلم أن عملة اللينك كل العملات الآن لديها شراكة مع عملة الشين لينك عملة الشين لينك من المشاريع القوية والتي تشغل بلوكتشين تشغل ديفاي تشغل الأوريكل تشغل تطبيقات اللامركزية مشروع قوي قوي في هذه الحلقة حاولنا أن نعطيكم العملات التي لديها بلوكتشين خاصة بها بلوكتشين بنتها من الصفر في هذه الحلقة أردنا أن نعطيكم عملات لديها بلوكتشين خاصة بها عملات فرضت نفسها وأتت لنا بتكنولوجيا وأعطت الشيء الكبير لهذا المجل سنحاول الحديث باختصار على كل هذه العملات كل عملة سنحاول أن نعطيها ملخص وسيط عملة الغراف من المشاريع القوية والتي سنرى شراكة مع منصة الباينانس في الأيام القادمة وشراكات قادمة ستكون لهذه العملة لأن المشروع فعلا قوي قوي لو تتذكرون أنما تحدث أيضا على عملة الكاردانو عملة الكاردانو كنت أقول لكم أن العملة من العملة التي لديها بلوكتشين من الجيل الثالث عملة التي بدأت بلوكتشين الخاصة بها من السفر هناك من العملات التي تبني بلوكتشين الخاصة بها على بلوكتشين الأتريوم وتأخذ مشاكل الأتريوم وتبني عليها البلوكتشين الخاصة بها ثم عندما مثلا ينفصل المشروع على الأتريوم تبقى مشاكل في ذلك المشروع أما بعض العملات مثل الكاردانو تقوم ببناء بلوكتشين خاصة بها ولغة خاصة بها تبدأ من السفر كذلك ما فعلت زيليكا زيليكا هي الأخرى من العملات التي بنت كل شيء عن طريق أفكار جديدة عن طريق تكنولوجيا جلبت لنا الشاردين العملة العملة تؤدن وتدخل حتى في من العملات القوية تتميز بأمان عالي جدا تحويلات جيدة تحويلات سريعة واقتطاعات قليلة فأول شيء مثلا المؤسسات عندما تدخل وتريد شراكات مع مشاريع قوية المؤسسات أولا تبحث على الأمان أول شيء ضروري أن يكون هو الأمان ثاني شيء السرعة ثالث شيء الاقتطاعات فهذه العملة تقريبا حاولت أن توازي بين الأمان والسرعة والاقتطاعات هذه العملات صراحة مشاريع جيدة عملة الريبل عملة الريبل لائما أقول كلمة في حق هذا المشروع لو لا المشكلة الحاصل مع لجنة الأوراق المالية الأمريكية لا رأينا العملة في أسعار كبيرة لماذا؟ لأن المؤسسات المالية المركزية لا يمكنها أن تتغير بين ليلة وضحاها إلى اللا مركزية ضروري أن تحافظ على مركزيتها لذلك ستذهب إلى المشاريع التي لديها المركزية واللا مركزية كعملة الـ XRP هي مركزية بنسبة كبيرة ولديها اللا مركزية بنسبة قليلة ولكن كمشروع العالم يريد تحويلات مالية سريعة يريد شيء يتيقون فيه عملة الـ XRP من المشاريع القوية كذلك ما أقوله على الريبل أقوله على ستالر لماذا عملة XLM لم نرى تلك الإيجابية القوية؟ لاحظت أن عملة XLM دائما تكون تحت عملة XRP يمكنك أن تلاحظ هذا ستلاحظ أن سعر عملة ستالر لا يتجاوز سعر عملة XRP مثلا إذا انخفض الريبل لسعر السفر 40 عملة ستخفض لنا إلى سفر 36 لم يسبق لعملة ستالر أن تجاوزت سعر XRP لماذا؟ لأن هذا المشروع في الأول هو فورك لعملة XRP وهناك بعض الأشياء الغير موجودة في الريبل موجودة في ستالر كالعقودة الدكية العملة الخولستيكين الريبل لا فقط تحويلات مالية فقط حاليا لا أقول لك استثمر في الريبل لأن هناك مشكلة حاصل أتحدث فقط على long term يعني عملات على المدى البعيد فالآن نحن في موجة إيجابية عملة الريبل وستيلر لم تظهر لنا الإيجابية الكبيرة السبب هو المشكلة الحاصل الكاردانو الكاردانو من العملات التي ينتظرها الأتريوم ينتظرها الكل لديها تقة كبيرة كبيرة من المستشميرين أهم شيء هو تقة المستشميرين يعني مثلا حاليا أنت في بلدك لديكم عملة تستعملونها تستعملون تلك العملة لأنكم وضعتم فيها الثقة كذلك هناك بعض العملات التي لديها ثقة في المجتمع كمثال عملة البيتكوين البيتكوين حاليا رغم مثلا بطء التحويلات والاقتطاعات الكبيرة هناك تقة كبيرة للعملة ولازالت تحقق لنا أرقام كبيرة لأن أول عملة تبدأ هذه التكنولوجيا هي عملة البيتكوين وعملة البيتكوين هي القلب النابد لكل العملات الرقمية بدون استثناء عندما يكون البيتكوين بحالة جيدة ستكون العملات البديلة بحالة جيدة عندما ينخفض البيتكوين تتأثر العملات البديلة بشكل كبير كبير جدا أتت هذه العملات لكي تعطي حلول أخرى للمؤسسات تعطي أشياء جديدة كما فعل الأتريوم أتى لنا بالعقودة الدكية هذه الميزة غير موجودة في البيتكوين يعني هناك مشاريع تأتي وتعطي لمستها الخاصة تعطي لنا تكنولوجيا جديدة وتساعد هذا المجال البول كاردوت كذلك من العملات القوية والتي لديها شبكة قوية شبكة بلوكتشين هذه العملة هي الأخرى بدأت من السفر يعني قامت بإنشاء بلوكتشين خاصة بها ولغة خاصة بها هذه العملة من العملات القوية قوية جدا شبكة الخاصة بالبول كاردوت السفر اقتطاع أمان عالي عالي جدا عندما ترى أن هناك بعض المشاريع في تصاعد كبير في سعر العملة وتراها دائما تابتة في سعر معين إذن هناك اهتمام كبير من المستثمرين بخصوص العملة اللينك كذلك من العملات القوية اللينك لو نبدأ الحديث لن ننتهي على الحديث لهذا المشروع أعطيكم فقط بعض الأشياء التي تعملها عملة اللينك في بعض الأحيان مثلا عندما تكون تتداول مثلا على منصة البايننس ترى مثلا كمثال عملة زيليكا سعرها كمثال واحد دولار على منصة البايننس عندما تنخفض مثلا لسعر السفر الستين ترى في المنصة الأخرى تجدها انخفضت إلى السفر الستين كل المنصات انخفضت في آن واحد إلى سعر السفر الستين فمن يصهر على هذه الخدمة أن يعطيك مثلا معلومة تصل إلى كل المنصات في تانية واحدة هي عملة اللينك الأوريكل هكذا يشتغل الأوريكل عندما تسمع أوريكل تسمعها فقط ككلمة ولكن إذا أردنا أن نضع أوريكل ما هو الأوريكل كمثال بسيطة هكذا تعطيك الشيء مثلا كمثال كمثال عندما تشاهد مثلا التلفاز في البتل المباشر يكون فرق مثلا تانية مثلا عندما تكون مباراة كرة القدم أنت تشاهد مثلا المباراة في منزلك يكون النقل النقل الذي يعطيك الصورة من الملعب إلى منزلك تقريبا يمكن أن نسميها الأوريكل كذلك اللينك يجب أن تعطي لك المعلومة في الحال الأوريكل عندما تنخفض مثلا زيلك في الباينانس يجب المعلومة تصل إلى كل المنصات تنخفض ولا يجب أن يكون مثلا تفاوض فالتفاوض في السعر يخلق مشكل وخسائر كبيرة لمنصات من العملات التي تشغل على هذه التخنية فقط أعطيتكم شيء بسيط على مشروع اللينك شراكات العملة عديدة من بينهم وأكبرهم مع جوجل هناك بعض الشراكات التي تكون سطحية فقط يكون اجتماع مع فريق العملة وفريق العملة الآخر أو فريق الشركة الأخرى ثم يتحدثون وينقشون تكون شراكات سطحية أما الآن اللينك لديها شراكة عملية حتى جوجل عندما رأت هذه التقنية الأوريكل وهي موجودة في المركزية ولكن هذا المشروع طور في الأوريكل بشكل كبير وستغله في البلوكتشين عملة الفيشان من العملات القوية من اسمها فيريفيكيشن هذه العملة نرى المشاكل الحاصلة في المنتوجات هناك بعض المنتوجات التي تكون مقلدة ولا تعرف هل هي مشروع أصلي منتوج أصلي من الشركة أم منتوج مقلدة هناك باركود كما نعلم في أي منتوج تجد سواء حداء رياضي أو لباس أو أي شيء أي شيء اشتريته ستجد باركود ذلك الباركود تعمل له سكان عن طريق بعض التطبيقات يعطيك بعض المعلومات الخاصة بذلك المنتوج الفيشان استغلت تلك الباركود في البلوكتشين مثلا شركات التي لديها عديدة كمثال شركة مع مؤسسة النايك كمثال عندما مثلا فيشان تعمل شركة مع النايك عندما تقوم بنسخ مثلا وأخذ ذلك الباركود وعمل له سكان مثلا عندما تقوم بعمل سكان لذلك الكود مباشرة يد تظهر لك المعلومات في البلوكتين عندما تظهر لك المعلومات في البلوكتين تعرف أن هذه المعلومات هي من شركة الفيشين أخذتها من النايك يعني ليس هناك طرف آخر يمكن أن يدخل للبلوكتين ويقوم بتعديل تلك المعلومات لكي أنت تشك أن المنتوج مزور أو مقلل الصراحة حاولنا أن نعطيكم نبدة سريعة على هذه العملات تقريباً تسع عملات أردنا الحديث عليها لو أردتم مثلاً أن أخذ من هذه العملات حلقة أو أخذ إثنان أو ثلاثة من هذه العملات وأطع عليهم حلقة ويكون الحديث مطول على هذه المشاريع لا مشكلة عندي في هذا الفيديو تقريباً أعطيك جهد شهر أو خمس شهور من بحثك في مجال العملات الرقمية لخصته لك تقريباً نرى أقول لك خمسة عشر دقيقة ولخصت لك هذه المشاريع ولخصت لك فكرة العملات الرقمية لذلك لا تبخل علينا بعمل لايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك إذا أعجبك هذا المحتوى الذي نقدمه نحن نقوم بعمل مراجعة للعملات الرقمية نحاول أن نشرح لكم العملات القوية لأن هناك أكثر من خمسة 8600 عملة تقريباً تسعين بالمئة من هذه العملات كلها سكام كلها نصابة هناك شيت كوين هناك عملات لا شيء وهناك مشاريع قوية لذلك أحاول أن تستثمر في العملات القوية والنشارة القوية لا نريد الإطالة عليكم في هذه الحلقة كل الروابط التي تستحشاجها سواء تسجيل في منصة البينانس شرح كامل أو طريقة تحويل كل ما ستحتاجه في هذا المجال ستجده في الوصف في أي فيديو ادخل على أي فيديو لا تنسوا دعمنا بلايك دمتم في العيه لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته